الطاقة العامة لك أنت في وقت صراع ومنافسة ربما كنت تعمل في شيء ما مع أحد الأصدقاء أو مع أحد في شركة في مكان عمل وأمامك منافسين وقد حصل شجار بينكما أو ممكن أن يكون قد حصل شجار أو ربما تكون فقط منافسة أو ربما كان صراع نفسي بسبب هذا الشخص هذا الحبيب أنت ترى بأن هذا الحبيب قد كسر قلبك أنت تراه بأنه قد كسر قلبك ودخل في علاقة ثلاثية أو العكس أنت ترى بأن هذا الحبيب مجروح القلب بسبب علاقة ثلاثية من طرفك أو هو الذي دخل في علاقة ثلاثية وكسر قلبك هذا الحبيب يحبك جداً وعنده مشاعر رومانسية عالية جداً تجاهك هو يريد أن يقدم لك كأس الحب إذا كان قد أخطأ بحقك فهو يريد أن يقدم لك المصالحة وإعادة العلاقة إلى ما كانت عليه هو شخص ناجح جداً ويريد أن يقدم لك كما قلت كأس الحب والآن هو إذا كان هناك طرف ثالث قد دخل بينكما بسبب هذا الشخص الآن أقول لك بأنه لا يوجد هناك أي شخص آخر هو يعيش هذا الشخص لوحده وهو يراقبك بشكل كبير ويستعلم عن أخبارك الأبراج لهذه القراءة، برج القوس، برج الميزان، برج الثور، وبرج الحوت، برج السرطان، برج الجوزاء، وبرج العذراء الطاقات الهوائية غير موجودة معنا ولكن باقي الطاقات موجودة كلها معنا لنأخذ نصائح من الرومانس أنجل تقول لك هذه البطاقة بأن الإدمان يؤثر على حياتك الرومانسية كما قلت أصدقائي الإدمان هو أنواع كثيرة منه إدمان النوم، إدمان المشروبات، القهوة، إدمان السهر، إدمان النوم، إدمان التلفاز، إدمان المخدرات، إدمان الكحول أي إدمان في هذه الحياة، إدمان العلاقات الجنسية، إدمان الحب، التعلق بشخص، ما معين هو هذا إدمان هذه تقول لك هذه البطاقة، انتبه إلى الإشارات الكونية التي تمر حولك فهناك إشارات حمراء تحاول أن تقول لك انتبه لشيء ما معين يظهر لك في حياتك وأنت لم تعره انتباهك تقول لك هذه البطاقة، اخفي أسرارك ولا تبوح بها، فهناك من يريد بك السوء طاقة أخرى، أنت شخص محبوب وابتسامتك دواء لكثير من الناس من حولك وبالفعل برج الدالو هو إنسان جدا طيب وإنسان محبوب ومرح وصادق أيضا طاقتك لهذه القراءة، أنت في طاقة كلام وحديث سريع ربما كنت أيضا في سفر، ربما كنت تتواصل مع هذا الشخص بطريقة فيها غضب، فيها عتاب ربما كنتما أنت وهذا الشخص قد حصل موضوع بينكما والآن هذا الموضوع قد أخذ وقت طويل وكثير منك وكلام وعداب وغضب أنت في وقت، إذن وقت تواصل، تواصل كبير مع هذا الشخص أو ربما كنت تعمل بشكل كبير على الإنترنت وتتواصل مع ناس كثيرون ربما كان هذا عملك طاقة الحبيب هو في طاقة زواج يظهر لي بأنه متزوج إن كان رجل أو كانت امرأة أنت ترى الحبيب بأنه إنسان حقاني، عادل يريد أن يأخذ منك ويعطيك بقدر ما يأخذ وربما تراه أيضا بأنه إنسان متسلط ربما تراه أيضا بأنه يحاول أن يرشي الناس من حوله يعطيهم أموال أو يعطيهم هدايا لكي يسيطر عليهم بعطاياه وبهداياه أو كما قلت هو ممكن بأنه يريد أن يعطيك ما أخذ منك ما سلبه منك احتمال بأنه يكون قد أخذ منك شيئا ولم يعطيك إياه والآن يريد أن يكون معك في عدل ويعيد إليك حقك إذا كنت أنت من أعطيته وإذا كان قد أخذ منك شيء يريد أن يعيده إليك وإذا كنت قد أخذ منه شيء يريد منك أن تعيد إليه حقه ربما تكون أنت وهذا الشخص في زواج وقد حصلت بينكما خلافات وغضب ومشاكل وكلام وهذا الشخص ربما كنتما في زواج أو في علاقة في علاقة ما وهذا الشخص في علاقة ربما يكون أنت مع هذا الشخص وهو شخص متزوج ليس بالضرورة أن تكون أنتما اثنين متزوجين وأنت تشعر بأنك تريد منه أن يعدل معك أن يساويك بزوجته ربما تريد أن يتزوجك ويكون معك بعلاقة ثانية أنت هذا الشخص مشاعره باتجاهك هو حزين جدا إذا كان هناك فراق بينكما هو يحبك هذا الشخص وهو حزين جدا لفراقك هو يريد أن تكون معه ربما كما قلت هو أنت وهو كنتما في زواج وهذا الشخص يريد أن يعود إليك هو يراك بأنك ربما تكون قد حصلت بينكم مشكلة مالية مادية بسبب النقود وخسرت شيئا أو هو خسر شيئا كبيرا بسببك وهو الآن يراك بأنك أنت شخص ربما تكون بخيل نوعا ما أو عنيد أو غيور ربما لا تقول بخيل ربما أقول بأنه اقتصادي يوفر الأموال يجمع المال وعنده استقرار مادية هو هكذا يراك ليس بالضرورة أن يراك وأن تكون حقيقتك هذه كما هو يراك لا نوايا هذا الشخص هو يريد هذه بطاقة التور وليس بالضرورة أن تكون هذه البطاقة سلبية لها معاني إيجابية أيضا ربما هو يريد أن يحدث أيضا تقول لنا هذه البطاقة ربما يريد أن يحدث هذا الشخص تغيير جذري في حياتكم مع معا تغيير نحو الأفضل ربما يريد أن ينهي الخلافات الماضية والصراعات والهموم والمشاكل والأحزان التي كانت بينكما وأن يبدأ بداية جديدة بداية موفقة يهدم كل شيء مضى ويبدأ معك بداية جديدة لأن هنا أيضا وراء هذه البطاقة هذه البطاقة هو خطوته القادمة أن يأتي إليك ويحتفل معك يأتي ويحتفل معك وإن كان ولكن هذا الشخص أنت تراه بأنه قد جرح قلبك قد كسر قلبك وأنت في طاقة غضب شديد منه وهو الآن في هذه خطوته القادمة ربما كانت خطوته القادمة أن يبقى في العلاقة الثلاثية التي كانت بينكما لأنه هنا قد جرح قلبك وأنت تشعر بكسرة القلب هو يحبك جدا ويريد أن يظل معك يريد لكنه احتمال بأنه يريد أن يكون معك ويريد أن يكون أيضا مع الطرف الآخر يريد أن يعيش حريته ويريد أن يعيش حريته ويظهر لي بالطاقة العامة بأنه هو هنا لوحده هو إنسان لوحده ولكنه هنا يظهر لي بأنه في طاقة الزواج ربما كان هذا الشخص لا يظهر لك يخفي الحقيقة لا يظهر لك بأنه متزوج لا يعلمك بأنه في طرف آخر بينكما وهو الآن نواياه احتمال أو خطوته القادمة بأن يبقى مع هذا الطرف الآخر أو ربما هذا الشخص بدمن عنده إدمان ما في حياته وهو يريد أن يبقى ما بصراحة أكثر من طاقة تأتي إلى تفكيري في هذه القراءة هذا الشخص ربما قلت ربما يريد أن يأتي إليك يعيد العلاقة يهدم كل شيء سابق مر معك ويعيده العلاقة كما كانت من قبل ويحيي لنأخذ المعنى الإيجابي في البداية ويعيد معك العلاقة وتحتفلان معك أو ربما يريد أن ينهي معك هذه العلاقة ينوي هو ربما يريد أن ينوي لأن هذه البطاقة تحتمل معنايين لنأخذ بطاقة التوضيح في هذه القراءة بما أنه جاء لدينا انتبه للعلامات الحمراء يجب علينا لا هذا الشخص بالفعل هو يريد أن يأتي إليك ويحن إليك جدا هو يريد أن يعيد شعلة العلاقة كما كانت في السابق ويريد أن ينهي الخلافات والصراعات النفسية والمشاكل التي كانت بينكما ويعود إليك وتحتفلان مع بعضكما من جديد وهذه نتيجة القراءة نتيجة القراءة هي الزواج بإذن الله نتيجة القراءة بما أنه قد ظهرت لنا نواياه هو إذا كنتما في خلاف وكانت بينكما وكنتما في زواج سيعود هذا الشخص ويعيد العلاقة من جديد بينكما وهذه النصيحة نصيحة جدا جميلة بأن تكون له بمثابة توأم لروحه تعبر عن حبك وتكون له بداية في بداية جديدة معه وهو بمثابة توأم لروحك أنت تحب هذا الشخص أنت تحب هذا الشخص جدا أعطي فرصة للعلاقة وأعيدها كما كانت ولكن هذه الورقة لا تعجبني احتمال بأن هذا الشخص عنده إدمان ما في حياتك في حياته ربما إدمان نقود ربما هذا الشخص والخلافات التي كانت بينكما هو بسبب إما غيرته عليك أو عنده الكبير أو بخله أو هو يراك هكذا هذه علامات تدلنا بأنه فيه هناك مشاكل بينكما من هذا القبيل هناك إدمان لشيء ما بحياته بحياتكما يؤثر على علاقتكما الحميمية وعلاقتكما العاطفية يجب عليكم أن تخرج من هذا الإدمان لكي تكون الورقة احتمال بأنكما توأم روح أنت وهذا الشخص هذه العلاقة ولكن هذه العلاقة متأثرة جدا بالإدمانات التي حصلت بينكما وهذه ورقة الساحر أيضا نتيجة هذه العلاقة ربما تكون ربما يكون هذه العلاقة وهناك سحر معين لأن هذه البطاقات الثلاثة هذه البطاقات الثلاثة تدل على سحر أو ما شابه ذلك لا هذا الشخص أنا هذه القراءة بالفعل أنها حيرتني هذا الشخص أو أنت عندك إدمان معين لشيء ما وهذه البطاقات بما أن وقد خرجت ظهرت لي هذه بأنه يريد عنده حنين كبير إليك وعنده حب لبداية جديدة ربما كانت هذه البطاقات لشخصين لأنها تظهر لي طاقتين طاقة شخص يريد أن يعود إلى شخص إليك ويقوم معك ببداية جديدة ويعيد العلاقة كما هي من قبل كما كانت من قبل وشخص آخر ربما كنت في علاقة شخصين مع بعضهم مع بعضكما مع بعض فأنت تريد أن هذا الشخص نوياء الشخص الآخر ربما يريد أن يخرب عليك حياتك وبيتك ويعمل لك أي سحر لكي تكون معه في علاقة فأنت انتبه إذا كنت مواريد برج الدلو إذا كنتما في علاقة ثلاثية فالشخص الآخر الذي تعرفت عليه ليس زوجك أو زوجتك لا الشخص الآخر هو من يريد أن يخرب عليك حياتك ويعمل لك أعمال غير شريفة لكي تكون معه في زواج وهذه تقول لك هذه البطاقة انتبه للعلامات الحمراء هناك علامات حمراء تدلك على هذه وربما هذه القراءة هي العلامة التي تدلك على هذا الشخص فإذا أراد هذا الشخص أن يقول لك تعال معي أننا احتفل سوية لنشرب قهوة لنشرب خمر لنشرب إلى ما هناك فانتبه لهذا ربما تكون في زواج وأنت على علاقة مع شخص آخر فهذا الشخص يريد بك السوء انتبه لهذه العلامات ربما أنت كنت مدمن على الخمر وهذا الشخص الآخر يريد أن يشرب معك شيء ما ويقول لك تعال لنشرب لنفرض ويضع لك أي شيء ممنوع في هذه الكؤوس فهذه علامات حمراء تدلك على هذا فهذه علامات وإذا كنت في زواج التذم في زواجك لأن هذا الشخص يحبك ويريد أن يحتفل معك إذن هناك طاقتين لشخصين يريد فالشخص الأساسي الذي أنت معه في زواج يحبك ويريد أن يرجع إليك ويحن إليك ويريد أن يكون معك ويريد أن يعيد العلاقة كما هي بمثابة طوأم روح وأنت شخص محبوب تقول لك هذه البطاقة أنت شخص محبوب وكثير وابتسامتك دواء لكثير من الناس من حولك وهذه البطاقة أيضا تقول لك اخفي أسرارك ولا تبوح بها فهناك من يريد بك السوء انتبه إلى نفسك في هذه الفترة ولا تكون صريح وواضح مع كل الناس وانتبه لماذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر